طيب ده جزء الأولاني جزء الثاني خاص برضو بالأهل والزمالك وحديث الساعة هو إمام عشور أنا قلت رأيي إن إمام صفقة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي وجزء مهم جدا النادي الأهلي بيعوض غياب لعيب كبير اسمه حمد الفاتحي بوجود لعيب كبير قوي اسمه إمام عشور لو تم الإعلان على الصفقة لأن أقول لكم ما زال الكورة فيها متغيرات كتير فاللي يحصل إن جمهوري الأهلي سعيد خلاص مبسوط جمهوري الأهلي بالعيب كويس أو فيه جزء منهم من السعيد لما بدر من إمام عشور قبل كده على الجامعة الأخر نادي الزمالك جمهوري الزمالك زعلان ليه؟ تبتزعل ليه؟ ما الراجل أصلا إحنا دوقتي في عصر احتراف ما أنت لسه ماشي من عندك يوسف أسامة ووسيف فاروق جعفر اللي هم أولادي النادي على الأقل إمام عشور لما مشي مشي النادي الزمالك يعني استفاد منه بمبلغ كبير وراح احترافه راجل يمكن شايف هو شايف أن رجوعه لمصر للنادي الزمالك هو فايدة ليه؟ فجمهوري الزمالك يزعل ليه؟ ولا تقول بقى هو قال وما قالش وغلط في جمهوري الأهلي غلط في الأهلي متزعلش متزعلش فبالتالي إمام عشور لو أخذ قراره برحيل إلى النادي الزمالك أو يعني أنه يلعب النادي الزمالك طيب خلاص هو صاحب قراره لأنه في نادي تاني خالص في أوروبا وفي نفس الوقت هو النادي الأهلي محتاجه وهيستفاد بشكل كبير وفي الآخر عمر اللعيبة أي أن كان اسمه أو أي أن كان اسم اللعيب بيأثر على مؤسسات كبيرة وأندية كبيرة زي الأهلي وزي ماك عبدالله سعيد مشي رمضان صبحي مشي عندي حوار على رمضان هتكلم فيه على الجانب الآخر أشرف بن شرق مشي فرجاني ساسي مشي ولا الدنيا مشي زي ما هي وراح نادي في أوروبا ورجع ولكن هيرجع فين هي دي النقطة ما تزعلش هنا كان نادي الزمائك وجمهور الزمائك ما يزعلش مفروض ما يزعلوش يعني فدي نقطة كنت حابب أتكلم فيها خلاني نروح لكابتنك كبير كابتن مار همام